المسيح عن بعل الزبول وليه يسمى الشيطان بعل الزبوب لأن أنا أعتقد أنه بالضبط عامل زي الزباب كلما ذب قاب يعني تحاول تهنش في الشيطان يرجع لك تاني تطلعه من الباب يدخلك من الشباك نزل ونجس بالضبط من الناحيتين وعشان كده يسمى الشيطان بعل الزبوب ولما المسيح طبعا المسيح هو الملك ومملكته أقوى من مملكة الشيطان وكان الشيطان متسلطا على العالم أجمع يعني كان في الوقت ده الشيطان للكلمة العليا جي المسيح هل يمكن أن يظل الشيطان له الكلمة العليا في خلق الله يعني يسكن في أجسادهم عشان كده يقول لنا كيف مسح الله المسيح بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لما شافوا أن المسيح بيطلع الشيطان أصبح عليهم يا إما أن يقروا أن هذا هو المسيح الملك يا إما إذا أرادوا في شرهم الهروب من هذه النتيجة أرصقوا به تهمة لا يمكن أن تكون صحيحة أنه يفعل ذلك ببعل زبوب رئيس الشياطين فقال لهم في مملكة تنقسم على ذاتها لو الشيطان سيخرج الشيطان كان زمان مملكة الشيطان من زمان انتهت فأخذ السيف بتاعهم وطعانهم بسيفهم هو بالضبط فإذا بعل زبوب دي فكرة ما تنفعش أنه عن طريقها يخرج الشياطين لا أنا بإصبع الله أو أنا بروح الله أخرج الشياطين وهذا برهان على أنه قد أقبل عليكم ملكة الله ترجمة نانسي قنقر